ولتسليط الضوء على سير عمليات التلقيح بالجهة الشرقية تنضم إلينا مباشرة السيدة سامرة بروق المديرة الإقليمية للتعليم بالنظور إذن سيدتي مرحبا بك كيف يتم تدبير عملية تلقيح المتمدرسين والمتمدرسات على مستوى إقليم النظور؟ شكرا على الدعوة بالنسبة للإقليم النظور فانطلقت العملية بعد صدور البلاغ المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بتاريخ 27 غشت انطلقت العملية 31 غشت 2021 وفي هذا الإطار خصصت المديرية الإقليمية خمس مراكز قارة لاستفادة من تلقيح تلميذات التلاميذ البالغ سنهم بين 12 و 17 سنة في هذا الإطار خمس جماعات أو بلديات نظور وزيو والعروي وزغنغان ثم بننصار إضافة إلى إحداث فرق متنقلة خاصة بعملية تطعيم تلميذات التلاميذ التي تجوب العالم القاروي بمختلف جماعات الإقليم وانطلقت هذه العملية منذ الأسبوع الماضي بتنسيق تام بين السلطات الصحية وكذلك تحت إشراف السلطة المحلية تحت إشراف سيد عامل الإقليم وفي هذا الإطار تم تخصيص مجموعة من الأطور التربوية التابعة للمديرية الإقليمية من أجل المساهمة في تلقيح تلميذ أو تسجيلهم ضمن سجيلات خاصة بهذه العملية وكذلك تم تجنيد مجموعة من الأطور الصحية من أجل ضمان صير عادي لهذه العملية طيب سيدة أبروك ما هو النمط التعليمي الذي سيتم اقتراحه على التلاميذ طبيعة الحال نمط التعليمي هناك ثلاث أنماط تعليم حضوري 100% وتعليم عن بعد وتعليم 50% حضوري و50% تعليم ذاتي فالإطار هذه العملية من أجل دخول مدرسي آمن فلابد من الوصول إلى نسب متقدمة جدا من مستفيدات والمستفيدين من عملية تلقيح حتى يتم تثبيت تعليم أو نمط تعليم داخل مؤسسة تعليمية معينة فحسب البلاغ وزارة التربية الوطنية إذا بلغ مجموع الملقعين 100% داخل مؤسسة تعليمية فنمط تعليم سيكون حضوريا كما كان السابق قبل ظهور الوباء أما بالنسبة للمؤسسات التي لم تتمكن من تلقيح مجموع تلاميذاتها فهناك نمط تعليم بالتناوب وبالنسبة للأسر التي اختارت التعليم عن بعد فكذلك هذا النمط حاضر بالنسبة لإقليم النظور فعلى غيرار السنة الماضية فلابد من انتظار نسب تلقيح لمعرفة كيفية انطلاق الدخول المدرسي يوم فاتح أكتوبر 2021 إن شاء الله السيدة سامرة بروك المدير الإقليم